السلام عليكم على حقيقا الله عزيز المشاهد اليوم أحبهت استعرض تلزمن أو أهم شغلات اللي أطور فيها الأسلحة وتطور فيها الدمج تبع سلاحك اللي هي الإقلادات و تلزمن مما غير تلفيه لشخصيتك و غير الحداد اللي يطور الدمج أهم شغلات اللي ممكن تستخدمها اللي هي التلزمن اللي راح أستعرضهم خصوصاً إذا كنت تستخدم البليد أفكت في سلاحك أو البلاد لوز هذه التلزمن ضروري جداً أنك تستخدمهم قبل استعرضت رزمان فيه شغلة مهمة ضرورية تكون معاك اللي هي الوايت ماسك إذا ما كنت تعرف تجيب الوايت ماسك هذا أنا شرحت بالتفصيل في هذا المقطع ممكن تشوفه وبتخلص الكوست كامل تبع هذا الراهر ولكن راح تبقى خطوة وحدة وللأمانة أنا يوم شرحت في هذا المقطع بس كان هدفي أني أوصل الشباب إلى المنطقة هذه تبع الفارم اللي هي ثلاثة مليون وأتوقع علينا الحين أفضل فارم في اللعبة ومن قريب اكتشفت أن الوايت ماسك هذا أو الكوست هذا ما خلص ولازم أنك تقتله عشان تاخذ الماسك حقه والماسك حقه يعطيك بوست كبير في البلدلوز خصوصا إذا كان سلاحك فيه ميزة البلدلوز أو ركبت آشوفور وحطيت الأفينيتي البلد فرح تستفيد كثير من هذا الماسك وضروري أنه ما يفوتك المهم مثل ما تشوفون كله عليك تسويه كأنك تفرم أضرب الطير وخله يطيح وتركب الحصان وتأخذ لفه تروح نفس المنطقة اللي كان فيها يفرفر الطير طبعا انتبه فيه أكثر منطير هناك بتلقى الراهب والله ما ذكره هي مرة ولا مرتين بس في نفس المنطقة نفس المنطقة تأكد أنه مرة ومرتين تقتله وبعدين راح تحصل الماسك من عنده هذا الماسك ضروري جدا أنك تحطه أو تلبسه إذا كنت تستخدم البلدلوز وملاحظة مهمة إذا قتلت اللورد أو بلد أو البوس تبع المنطقة هذه ما راح يرسبنون الانفيدر في هذا المنطقة وهذا الكلام ينطبق على جميع المناطق الثانية سواء كان في الثلجية لو تذكرون في المقطع هذا أنا شرحت كيف تجيب الكتانة وكثير منكم لقيت في الكومتات يقولون ما رسبا عندنا السامراي هذا اللي لازم تقتله عشان تاخذ الريفر أوف بلد والسبب غالبا لأنك قتلت البوس تبع المنطقة هذه فضروري يا شباب قبل لا تقتلون أي بوس في المنطقة تأكدوا أنه ما فيه مثلا مفيدرز وتحصل منهم لوت كويس فهذه شغلة مهمة خلها في بالك المهم خلصنا موضوع الماسك الحين بنيجي التاليزمن اللي ممكن يعملوا لك بف كبير في الكلاس هذا اللي تستخدم فيه البلدلوز أول تاليزمن يا إخوان أو أول قلادة اللي هي القودفري آيكون هذه طبعا القودفري راح يرفع لك الأتاك باور أو قوة الهجوم والسكلز طبعا أنا ما أتكلم بس عن الريفر أوف بلد أو كتانة معين كل الأسلحة اللي فيها البلدلوز ممكن تتركب عليها هذا التاليزمن ورح تستفيد أما تاليزمن اللي بعدها اللي هو الرادوغان سورسيل هذا تاليزمن يا إخوان راح يرفع لكم الفيقر والإنديورنس والسترينغث والديكسترتي طبعا إذا كنت جديد على لعبة الفيقر اللي هو بار الصحة والإنديورنس اللي هو بار التحمل والسترينغث والديكسترينغث هذا للسلحة الثقيلة والديكسترينغث للأسلحة الخفيفة والتاليزمن اللي بعدها إخوان اللي هو اسمه شارد أوفالكسندر هذا راح يزيد لك أو يسوي لك بوست للدمج 15% وعندنا لورد اف بلود اكسلتيشن هذا التلزمن برضه جدا جدا مهم وهذا خصيصا متعلق بالبلد لوز اللي نتكلم عليه وهذا رح يزيد بنسبة 20% الريديقان سورسي ليخوان موجود في القلعة هذي اللي اسمها فورت فروث اللي موجود فيها نفس القطعة اللي ناخذها كنا عشان نفعل اللفت وتطلع الشمال من الصندوق هذا رح تنزل يمين وبعدين بتجيك نزله لتحت اسحب عليها النزلة الثانية تنزل فيها وبعدين تمشي نفس المقطع بتحصل هنا في إيران المهم بتحتاج تنط نطة كذا عشان توصل لمنطقة ثانية وبعدين تنزل تحت وبتحصل التلزمن الموجود في هذا المكان القود فري تلزمن يخوان رح تحصلونا في القولدن لينيج إيفرغول هذا المنطقة رح تحتاج ستون سورت كي عشان توصل لهذا المنطقة وتقتل البوس مجرد ما تقتل البوس رح تحصل على الايتم اللي هو القود فري آيكون يخوان اللورد اوف بلد والشارد اوف أليكسندر هذين رح ححط لكم مقاطعهم او الطريق لهم بالوصف ممكن تشوفون المقطع كامل وتوصلون للقلادات هذه لأنها صراحة متاهة فما بدي يجيب العيد واوصفكم ويطلع الشرح مو بواضح فأجيب لكم مقطع كامل يشرح الطريق من أولة لآخرة ممكن تستفيدون وتحصلون هذا التلزمن وإذا كنت فاتح مثلا التشيكبوينت ممكن تقدم نهاية المقطع وتشوف المكان اللي يوصل لأنه فيه بوس الذكر تقتلع عشان تاخذ اللورد اوف بلد المهم ان شاء الله اني ما كنت قصرت معاكم بشي حبيت اني بس استعرض لكم هذا التلزمن انهم ايفوتونكم واشكر من تسمين في القناة ها بندر ومشاري وهنتر وشكر الموصول لكل من حطي لي لايك وكتب لي كومنت وشرفني باشتراكه في القناة نشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته